ومعنا مشاهدين عبر الأقمار الصناعية من بغداد اللواء الروكو متقاعد الدكتور عماد علو خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا وصول القوات الأمنية العراقية إلى ضفة نهر الدجلة في الشطر الغربي من مدينة الموصل ماذا يعني بالنسبة لسير المعارك هناك من الناحية الجغرافية والعسكرية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدتي ولمشاهدي قناة الآن يعني وصول الشرطة الاتحادية إلى ضيفة النهر وسيطرتها على الجسر الحديدي أو الجسر القديم يعني تقدم واضح وسريع أيضا لقطعات الشرطة الاتحادية التي تقدمت بشكل صامت لم تطلق النار وإنما تقدمت راجلا بدون استخدام الأسلحة لم يتم الاشتباك مع عناصر تنظيم داعش إلا قرب الجسر وهذه مسافة كبيرة قطعتها عناصر أو مقاتلي الشرطة الاتحادية إذن بالنسبة لجغرافية المنطقة لا يزال التنظيم يسيطر على المنطقة المحصورة بين الجسر القديم شمال الجسر القديم إلى الجسر الخامس من الساحل الغربي لمدينة الموصل أو ما يسمى بمنطقة الإقليعات وهي لا تزال تحت سيطرة التنظيم لم تدخل القطعات العسكرية العراقية لكن واضح أن التنظيم فقد السيطرة وانهار أمام ضربات قوية للأجهزة الأمنية وقطعات الجيش العراقي الباسل التي تتقدم من عدة محاور باتجاه قلب المدينة القديمة دكتور مع انحسار فلول داعش وتحطم معنوياته بهذا الشكل الكبير وخسائر أيضا إلى أي حد الآن التسلسل الزمني لسير المعارك أصبح أسرع وكما ذكرت حضرتك أن القوات الأمنية العراقية تقدمت راجلة بدون استخدام السلاح هناك نعم يعني التسلسل الزمني أو السقوف الزمنية لنهاية المعركة من الصعب تحديدها في ظروف لا يزال تواجد أعداد من المدنيين محتجزين داخل المدينة القديمة ويتطلب جهود استثمائية لإخراجهم وفتح ممرات آمنة جديدة لإنقاذ هؤلاء المدنيين الذين يعانون معانات كبيرة ويظهر على وجوههم التعب والإرهاق والجوع الشديد نتيجة ما تعرضوا له من حصار ومن سيطرة ظالمة من قبل أعضاء التنظيم الذين استخدموهم كدروع بشرية لحماية تنقلهم من منطقة إلى أخرى هذه يعني تعيق بالحقيقة تحديد سقوف زمنية لنهاية المعركة لكنها باتت قريبة لأن المساحة المتبقية تقريبا لا تتجاوز الكيلومتر واحد مربع التي لا يزال بها التنظيم متواجدا في المدينة القديمة والساعات القليلة القادمة أو الأيام القادمة إن شاء الله سيتم حسن الموضوع والوصول إلى ظهورة النهر إن شاء الله نعم دكتور أبرز التكتيكات العسكرية التي تستخدمها الآن القوات الأمنية العراقية لتلافي سقوط مدنيين وأيضا كما ذكرت حضرتك أنه ما يزال هناك تواجد للمدنيين وهي تسعى القوات الأمنية لفتح ممرات آمنة يعني أبرز التكتيكات هو الرصد المراقبة بواسطة الطائرات المسيرة لتأكد من نوعية الحركة والأشخاص الذين يقومون بالتحرك بين الأزقة وبين المباني القديمة المتهالكة الضيقة جدا هذه مسألة مهمة جدا حتى يتجنب أو يجنب المدنيين تقاطع النيران أو يعني سقوط القذائف وأثناء الاشتباكات مع ناصر التنظيم إضافة إلى محاولة تفتح ثغرات بين المنازل لإخراج المدنيين حتى لا يكونوا عرضا للقناصين الدواعش الموجودين لا يزال الموجودين في بعض أسطح المباني إضافة إلى محاولة تقريب العجلات إلى أقرب مسافة لسرعة إخلاء المدنيين إلى مناطق بعيدة عن مناطق الاشتباك وتأمين سلامتهم من نيران تنظيم داعش الإرهابي دكتور إن انتقلنا إلى غرب العراق إلى محافظة الأنبار هل نتوقع سير المعارك هناك ضد فلول داعش المتبقية هناك بشكل أسرع كون جغرافية المنطقة هناك تعتمد على المساحات المفتوحة وليس كما هو في الموصل بالضبط أثبتت التجارب أن تنظيم داعش الإرهابي لا يستطيع القتال أو الصمود بشكل أو المطاولة أمام قوات مسلحة نظامية في المناطق المفتوحة أو خوض معارك نظامية أمام قوات نظامية مدربة بشكل جيد اليوم الفرقة الثامنة وصلت إلى غرب الأنبار وتستعد للقيام بعمليات لتحرير ما تبقى من أعالي الفرات التي هي عانى وراوى والقائم المنطقة بالنسبة لتضاريس البناء في هذه المدن تكون مختلفة عن العمران في الموصل الموصل هي مناطق متباعدة واحدة عن الأخرى يسهل تنقل واستخدام العجلات المدرعة والمدولبة واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أيضا وبالتالي أتوقع أن تكون هناك سرعة في تحرير هذه المناطق شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة حدثنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد اللواء الركم متقاعد الدكتور عماد علو خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية